بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض شرح قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 ده الفيديو رقم 2 ان شاء الله الزملاء المتقدمين لمسابقة مصلحة الجمارك في اخر الفيديو كده هجاوب على عدد من الاسئلة الهمة والمكررة فارد تشوفوا الجزء الاخير لكي نجاوب على الاسئلة كنا وقفنا عند المادة رقم 16 وده هامة جدا جدا خاصة بالوعاء الضريبي ازاي نحدد الوعاء الضريبي يعني الوعاء الضريبي يعني القيمة اللي هحسب عليها الضريبة الجماركية قيمة اللي هضربها في النسبة يعني التعريفة الجماركية عشان اتوصل الضريبة الجماركية فقال لك قيمة الوعاء الضريبي عبارة عن حاجتين قيمة البضاعة بضاعة نفسها قيمتها قد ايه انت بتستوردها دي زائد اي مصاريف او تكاليف تحملتها على البضاعة حتى ميناء الوصول لحد ما وصلت كل ده بتكتبه في الاقرار التفصيلي ناشي تعال بقى نشوف الجملة اللي فاتت دي على ملاحظات كتيرة اوي تعال نقراهم اولا لو القيمة بالنقد الاجنبي طبيعي هنحولها العملة المحلية بناء على سائر الصرف المعلن من البنك المركزي في اخر يوم او السائر المعلن بقرار من الوزير ملحوظة تانية قيمة البضاعة هو المبلغ المدفع فعلا او المستحق الدفع يعني ايه يعني البضاعة دي بمليون دولار انت كمستورد دفعت نص مليون دولار حسبك على ايه المليون دولار طبعا يبقى اساس استحقاق العبرة بكامل قيمة حتى لما دفعتش منها جميع تعال بقى نشوف ايه التكاليف اللي بتتضاف الوعاء وايه اللي ما بيتضافش اولا عشان اضيفي التكاليف لازم ما تكونش دخلت ضمن قيمة البضاعة تمام ما هضيفها بقى مش ضمن ضمن قيمة البضاعة الاصلية قال لك عمول العمولات والصمصرة باستثناء عمولات الشراء التي تدفع الوسطاء يعني السمصار اللي جاب لي المصدر الصيني دولة الامريكي بتدور عمولة ما بتدخلش ضمن الوعاء لكن بقية العمولات العادية عادي تكلفة الاوعية والتعباء والتغليف التي تخص البضاعة ولازمة لها بضاعة دي جامد غلفة حلو يبقى لا تمن الأغلفة دي يدخل حتى لو الغلاف منفصل بس يكون بيخص البضاعة لكن لو الغلاف لا يخص البضاعة لا يبقى ده يتحسب لواحدة بل الأغلفة دي صفق لأن احنا متفقين أن كل بضاعة وكل سلعة لها نسبة معينة في التعريفة الجمهورية تكلفة نقل السلعة المستوردة والمناولة وتكاليف الشحن والتأمين والتفريغ لها الحاجات كلها اللي بصرفها لحد ميناء الوصول بيفرض تكاليف الشحن والتأمين أو النولون النولون ده اللي هو الشحن يعني ما فيش فواتير للحاجات دي نعمل ايه نأخذ الأسعار المسيلة في أقرب تاريخ حصل يعني أسعار الحاجات دي حسب الكميات طبعا العوائد ورسوم الترخيص الترخيص والمدفوعات المتعلقة والبراءات والعلامة المسجلة وحكم النشر والحاجات دي ماشي يعني انت جاء ببضاعة لها حق امتياز أو لها يعني تسجلة باسم شركة معينة انت خط البضاعة ويتنزلها باسمها اللي هو العلامة التجارية لازم تكون دفعة مقابل ده تمام ومصلحة الجمالك على فكرة اللي قلنا الفيديو بتلاقيب على الماضاء ده هتتحقق من الاشتراطات وان انت دافع حقوق الملكية والحاجات دي لإيه للجهة الأصلية اللي بتملك الحق في المنتج أو براءة اختراع لحاجة معينة قيمة اي مستحقات للبيع او المصدر من حصيلة قعدة البيع او التوزيع او التصرف او الاستخدام سواء مباشرة او غير مباشرة متى كانت ضمن شروط البيع ما يسمع طبعا في لعيب تكوري يقولك ايه احنا بيعنا اللعيب الفلاني ولو تم عادة بيع والفريق تاني ناخد عشرين في المائة هي دي يبقى ساعات المصدر او الباع بيشترط على المشتري يقوله انا هتديك السلعة دي بمليون دولار ولكن لو باعتها مثلا باكتر من اثنين مليون دولار هاخد تلاتين في المائة كمان يبقى التلاتين في المائة دي تحسب جمهوركية لانها تعتبر جزء من كمت البضاء جزء من كمت الصفقة حتى لو ما كانتش هتدفع دلوقتي ده معنى الجملة دي اعمال الهندسة والتطوير لأعمال الفنية اللي هي الحاجات الخدمية بس لازم تبقى في بلد غير مصر وما تخضع للجمارك ازاي انا اتفقت مع مكتب يعمل لي رسومات هندسية مكتب بالخارج يعني وبعاعت لي الرسومات دي تخضع للجمارك حسب المقابل اللي انا هدفعه لاداء خدمة دي طب في بقى تكاليف لا تدخل ضمن الكامة الجمركية نادي السيئلين حاجة مينها عمولة الشراء تكلفة النقل بعد الاستيراد يعني خلاص البضاعة خرجت من الجمرك لا ماليش دعمة اي حاجة تصرف بعد كده ماليش دعمة الضرائب والرسوم المفروضة في مصر في قاعدة بتقول ان لا ضريبة على ضريبة يعني ضريبة الكامة المضافة مثلا هي اساسا اصلا بتتحسب بعد الضريبة الجمركية ما ينفعش تضيف للضريبة كامل مضافة وتحسب على الضريبة كامل مضافة كمان ضريبة جمركية ما ينفعش مصاريف واعباء التشييد ليه اي حاجة تعملت في البضاعة بعد الاستيراد اتفقنا خلاص انشية تسويق داخل مصر ما هي داخل مصر مش حاجة من الخارج تكلفة الاعمال هندسية داخل مصر ثوائد التمويل يعني الصفقة دي عشان ادفع كاملتها خدت كارد ناشي فايدة الكارد دي لا تدخل ضمن التكلفة تمام طبيعي اشترط للاعتراف جمركيا بالصفقة قال لا يكون هناك قيود على تصرف المشتري في السلعاملة كده زي معيار الاراضة قال لك عشان الاراضة يتحقق تبقى الحاجة دي ملكي قدر اتصرف فيها مايبقاش فيه شروط مقيدة على تصرفي في الحاجة دي صح ولا ايه يبقى لازم تبقى الحاجة دي ملكي ملكية كاملة نيجي بقى لنقطة اللي هنتكلم فيها شوية قال لا يكون بين البائع والمشتري علاقة ارتباط تؤثر في قيمة الصفقة اه يعني ايه علاقة ارتباط نفهم يعني ايه علاقة ارتباط ونشوف هنامل معها ايه دي علاقة ارتباط يعني المصدر والمستورد فيه بينهم مصالح من الاخر يعني زي ايه اذا كانوا موظفين او مديرين احدهما للاخر واحد بعمل عند الاخر يعني اذا كانوا شركاء في عمل واحد صاحب عمل ومستخدمين يعني مصدر صاحب شركة مثلا والمستورد ده موظف او ضمن المستخدمين اذا كان احدهما يشرف على الاخر شكل مباشر وغير مباشر ماشي كي لو هما خاضع لاشراف شخص ثالث يعني هما ممكن ما يعرفوش بعض بس فيه شخص ثالث بيشرف على هما الاتنين او مرتبط بهم هما الاتنين يشرفان معا بشكل مباشر وغير مباشر لشخص ثالث العكس ماشي اقارب حتى الدرجة الرابعة كل دي مصالح اذا كان يربطهم علاقة وكيل او موزع موزع وحيد او صاحب امتاز يعني واحد وكيل لسلع احدهم يعني اذا تملك او سيطر احدهم بشكل مباشر وغير مباشر لخمسة في المائة او اكسر من الحساس او الاسوب التي تمنحه حق التصويت لدى الاخر انا واحد عنده شركة انا باملك فيها خمسة في المائة واكتر كل اللي فات ده علاقة ارتباط طيب طيب ايه 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 علاقة ارتباط بالجماركة علاقة كبيرة ما هو ممكن السلعة تبقى قيمتها الحقيقية مئة الف دولار واحنا عشان في مصالح متبادلة نتفق ان احنا نسجيلها بعشرين الف دولار عشان نتهرب من اداء الضريبة الجماركية فالجمارك قالت لك لو طافرت اي من علاقات الارتباط السابقة اداءة الجماركية بقى بتركز تبحس ظروف الصفقة ترجعها كويس تتأكد ان السعر سليم من خلال المعلومات والمستندات والتبريرات ممكن تطلب حاجات معينة كمان اضافية والمستورد لازم يرد عليها خلال خمستاشر يوم طبعا بعد خمستاشر يوم هيدينا المستندات لو اقتنعنا بيها يبقى السعر تمام هنكمل الاجراءات بتاعة الافراج الجماركية لم نقتنع هنطلب منه تاني يثبت لنا الاتي ان بسبقى جزء للمستورد او اجول خمستاشر يوم يثبت ان علاقة الارتباط دي لم تؤثر على السمن وان القيمة المكر عنها لا تقل في حدود عشرة في المية عن الاتي يبقى لازم يثبت لنا ان القيمة اللي هو الدهلنة دي ما تقلش عن عشرة في المية من اللي هقوله دلوقتي القيمة التعقدية لسلعة مستوردة مطابقة او مماثلة بين اطراف غير مرتبطة تم تصديرها خلال ستين يوم يعني مسلا السلعة اللي هو نتكلم عليها دي في سلعة زيها دخلت مصر مسلا من خمسين يوم هروح انا اقول له السلعة اللي دخلت مصر دي يقال لنا فاتورة مئة الف دولار انت ليه مقدم لنا سبتين الف بس يرد يقول مسلا سلعتي غير السلعة دي اه فيها اوبشن اكتر مش عارف ايه يرد طبعا ستين يوم قبل او بعد تاريخ التصدير لان هو عاطل خلاص وقف عندي او ممكن كمان بعد ما ما وصل المينة يكون في سلعة مطابقة لها كمان مع مراعاة الاختلافات مهم الكلام ده يعني الكمية بتاعتي غير الكمية بتاعتي على الفكرة هاديك مثال كمان شوعة على النقطة دي يعني ممكن لما الكمية تزيد بيبقى في خاص بمسلا نراع الحاجات دي واحنا بنعمل مقارنة مستويات التجارة زي ما قلنا السلعة نفسها هل متطابقة تماما ولا في اختلاف لازم نراعوا الامور دي وعناصر التكاليف والمصاريف ماشي بقول لك لو في كازا قيمة مطابقة نختار الآل يبقى دي ميزة مش هيعمل مش اختارك الكيمة الكبيرة انا خليك تقارن مع الكيمة الآل ويجب ان تكون السلعة المطابقة من نفس بلد الانتاج عشان يبقى نفس السلعة يعني في حالة وجود شك في قيمة الصفقة حاجة قريبة من نقطة اللي فاتك يعني مقامور الجمارك خبرته بقى واللجنة الفنية والهندسية اللي هي بتبقى في الجمرك حاسين او شايفين ان القيمة المستورد بقول عليها لا تعبر عن الحاجة اللي قدامهم برضو الجمارك هتطلب المستورد بعض الاضحات والمباردات والتفاصيل بقى كله يا الصفقة دي كان في عرض اسعار مثلا اه لو فيه عناصر تكاليف متاحة تقول هلنا المنتج ده ووصفاته التفصيلية ايه? عشان نعرف والسعر كده ليه? لما بتطلب الجامريك الحاجات اللي عايزة بتطلبها. لو الرد مكنع زي ما قلنا خلاص. لو المبررات غير مكنعة برضو نشوف سلعة مطابقة خلال ستين يوم زي النقطة الفاتت. طب لو ما فيش سلعة مطابقة خلال ستين يوم لايه قد بشرط ستين يوم. يمكن نشوف سبعين ثمانين يوم. خلاص. ما انا مش لاقي. طب ما فيش سلعة مطابقة خالص. نعمل ايه? بيقول لك يمكن الاغذ بالسلعة المطابقة في السوق المحلي. يعني نشوف سلعة زيها في السوق المحلي مع مرعاة الاستقطاعات. زي الربح. ولو السلعة دي عليها ضريبة نشيلها عشان يبقى المقارنة عادلة. يعني السلعة اللي جيالنا دي مفيش ضريبة. تمام? وقبل اضافة الارباح اللي المستورد هيبيعها بربح بقى. يبقى منشيل ربح والضرائب. ونشوف انقرن السلعة تنبه معا. او يؤخز بسعر البيع للسلعة داخل مصر. احنا قلنا السلعة المطابقة. او يؤخز بسعر البيع للسلعة داخل مصر بعد خصم الاستقطاعات والضرائب والتكاليف اللازمة للبيع. يعني سعر البيع ده. يعني اممكن عشان مثلا استورت سلعة. نازم اعمل على بعض التعديلات عشان اقدر ابيعها. اخصم بقى التعديلات دي. يا زي ما اقولك التكاليف اللازمة للبيع عشان برضو نقارن السعر المعروض على الجمرج بالسعر البيع اللي احنا قلنا عليه بعض خصم ايه? التكاليف اللازمة للبيع والضرائب الحاجات دي. طيب برضو ما انفعش حالة عدم امكانية الاغذ بالسعر في الملحوظة اللي فاتت دي. في الحالة دي ممكن مصلحة الجمرج تلجأ ان هي اللي اتحدد التكلفة. شوف ايه التكاليف اللي دخلت في انتاج السلعة دي. بتقدرها بكام? وبضيف عليها مش الربح لان المصدر بيضيفها مش ربح صح? ولا ايه? عشان احدد سعر اي حاجة. اشوف التكاليف واضيفها مش الربح. فمصلحة الجمرج هتعمل كده. ايه مش عارف هتحدد السعر. تشوف التكاليف واضيفها مش الربح وبقل عناصر الصفقة. ده حاجة تانية ماشي. اسمها طريقة القيمة المحسوبة. طيب ما عرفناش نحدد التكاليف. القانون بقى ادك المرونة. وسائل مناسبة تتطفق مع احكام التجارة العالمية. يعني من حق مصلحة الجمرج بقى ان هي تستخدم ايا كان الاساليب المتاحة اللي تقدر من خلالها تقيم هذا السعر. اساليب اللي تتراءة لها يعني. مثل الاعتداد بسعر سلعة مطابقة من دولة المنشأ. يعني نشوف الدولة اللي جاي منها البضع دي. نشوف سلعة مطابقة لها. في جميع الاحوال دي مهمة قوي لا يتم بتخز السعر جزافيا يعني ما نفعش نحط سعر كده بدون اي قواعد او سوريا ولا يعتد بسعر التصدير الى دولة خارج مصر. ولا سعر البيع المحلي في بلد التصدير او الانتاج. سعر البيع المحلي لا. لازم يبقى سعر يعني سعر استيراد برض او تصدير يعني. بمناسبة الوعاء والكلام ده عندنا مصطلحين مهمين القيمة فوب والقيمة سيف. الفرق بين القيمة فوب وسيف. القيمة سيف يقولك ان البعاء والمصدر بيسلم البضاعة للمشتري في ميناء المشتري يعني انا باستورد بضاعة من فرنسا. المصدر الفرنسي هاي سلملي البضاعة في الميناء بتاعي في ميناء المشتري يعني المصدر الفرنسي ولا بتحمل تكلفة الشحن كده يعني هو هاي سلمها لي في الميناء بتاعتي. هيتحمل الشحن والتأمين كمان. ده مرتبط بالحاجة اللي بتنقل البضاعة برضو. وهو هيتحمل التأمين والشحن. طيب. الكيمة فوب المشتري هو اللي بتحمل تكاليف الشحن والتأمين. ليه? لان المصدر الفرنسي يقولك انا هسلمك البضاعة على الميناء بتاعتي اللي هي الميناء في فرنسا يعني. انا كمشتري انا اللي هروح استلمها من فرنسا. انا هكلف جهة النقد روح تستلم من فرنسا. انا اللي هتحمل الشحن والتأمين. تمام? السؤال بقليك. الوعاء الجمهوركي بيبقى عايز الكيمة سيف ولا فوب. ها? فكر كده يلا. انا قلنا فوق. ان الوعاء الجمهوركي بيشمل مصاريف الشحن. وانه لون التأمين والحاجات دي. يبقى ازا الكيمة سيف هي اللي بيها. كيمة سيف. ده كلام مهم. ماشي. تعال بقى نشوف حالات عملية على اللي فادة نفهم بقى. استوردت الشركة رسالة جلود كيمتها من واقع الفاتورة عشرين الف كيمة البضاعة والدولار بستاشر جنيه في ننزلوها من المركب مثلا. ويتم تحصيل خمسة في المية رسم دعم غرفة الجلود. هو رسم تنمية موارد الدولة. ده نعمل انواع الضرايب. عشان كده هتلاقي دايما احنا بنشرح بيقول لك الضريبة الجمهوركية والضرائب والرسوم الاخرى اهي رسم اهي رسوم الاخرى اهي او الضرايب الاخرى اهي. معدل الضريبة الجمهوركية غمستشار في المية. مش مطلوب منك تحفز معدلات. بلغت مصاريف الانتقال الداخلي بعد الخروج من الجمهورك تاعة تلاف جنيه. هل دي تتاخد? لا. نخلاص خرجنا من الجمهورك اساسا. من الجمهورك يعرف ان هصرف قدية بعد كده. نأ. خرجنا من الجمهورك. يبقى تاعة تلاف لاته ضعف. هضيف كل الفات ده. العشرين الف في اسطاشر. حوالها بالجنيه المصري. الفين في ستاشر. التأمين في ستاشر. والتفريغ كده كده عمال مصرين اللي هيفرغوا فبياخدوا بالجنيه المصري. الفين جنيه. دهنا القيمة الخاضعة للضربة الجمهوركية تلتمية وسبعين الف. هي دي اللي هضربها في خمسشار في المية جيبوا الضربة الجمهوركية. ونفس تلتمية وسبعين الف في خمسة في المية. يعني ما باضيفش خمسة وخمسين ونص عشان نحسب رسم الدعم لان اتنين نفسي الوعاء. وزي ما اتفقنا ما حطناش مصاريف الانتقال الداخلي. زي ما اتفقنا لانها حصلت بعد الافراج الجمركي. الانتقال الداخلي دي يعني بنق البضاعة بقى بعد ما خرجت من الافراج الجمركي من الجمارك للشركة والمصنع بتاعي. اقرأ كده المثال اللي جاي. استورادة الشركة احد الاصناف من احد المصدرين بالخارج. يعمل الذي يعمل بنفس الشركة الام. اه. يعني انا وهو بنشتغل في شركة كبيرة ام واحد. كده اطراف مرتبطة. السعر من واقع الفطورة خمسين الف دولار. العدد الف وحدة. مصاريف الشحنة الف دولار. التأمين الف ومثلين دولار. التفريق ثمانية جنيه. معدل ضربية جمركي عشرين في المية. علما بان البضاعة سبق دخولها للبلاد. يعني في بضاعة آآ مطابقة لها. منذ خمسين يوم. بسعر تمانين الف دولار. لعدد الفين واحدة. علما بان تلك البضاعة منحة تخصم عشرة في المية نتيجة استيراد اكثر من الف وخمسين واحدة. السؤال. هشتغل على الخمسين الف دولار? ولا التأمين الف دولار? هم? تمانين. ليه? ان ده ارتراف مرتبطة. فواضح ان هما اتفقوا فيما بينهم على تخفيض السعر لتخفيض الجمارك. لكن مأمور الجمارك هنا شاطر اكتشف ان هما بيعملوا بنفس الشركة الام. وبالتالي هيشوف سلعة مطابقة لها ويعترف في السعر بتاعها. وهنا لقى سلعة داخلة من خمسين يوم مطابقة لثمانين الف. القانون قال لك ايه? مع مراعاة الكميات. والظروف التجارية. طب ما هنا في كميات يعني ايه? بص كده. يقول لك البضاعة المتامين الف دولار دي. واخد خصم عشرة في المية كمان. يتيجة ان انا مستورد اكتر من الف وخمسونة واحدة. طب هو السلعة بتاعت الف وخمسمية ده الف بس. يبقى كمان الخصم التجارية يتشاق. يبقى هي اكتر من ثمانين الف كمان. يبقى الثمانين الف دي بعد حصول السلعة المطابقة على خصم تجاري عشرة في المية. طيب سلعتي لا تستحق خصم اه خصم اه مش خصم خصم كمية مش خصم تجاري لا تستحق خصم كمية. لانها الف واحدة بس موصلتش الف ونص. يبقى انا مطالب اجيب القيمة قبل الخصم اللي هو خاصم الكمية. اجيبها ازاي? بالمقص. التمانين الف دي بتمثل تسعين في المية من القيمة. صح? مانشال منها عشر في المية. يا الخاصم ايه? كمية. يبقى القيمة الاصلية بتمثل مية في المية. دايما الكمة الاصلية بدها مية في المية. لان هي اللي بضرب فيها فيние عشرة في المية عشان اطلع اي حاجة خصمات اه اي حاجة. يبقى التمانين الف في الكيبير على الصغير في مية على تسين عشان اعز الكيمة تجبر يبقى في الكيبير على الصغير ادانا خمس تمانيات تمانية وتمانين تمانية تمانية وتمانية 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 الف تمام تمانية وتمانية الف يعني فبها هي مش تمانية الف كمان ولا خمسية يبقى الكيمة اللي هعترف بيها هتبقى تمانية وتمانية 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 جنيه زي التمرين اللي فات مضرف ستاشر اضيف الشحن اضيف التأمين اضيف مقابل التخرير طبع الحاجات دي مش يعني يا خلاص تكلفة فعلية انفقت فعلا مش هزودها بقى لان الكيمة زادت لا يعني الناس فعلا بتوعي الشحن والتفريغ والتأمين هياخدوا الفلوس دي يبقى هي دي التكلفة الفعلية الدانا الكيمة الخاض على الضريبة مليون ربعمية تمانية وخمسين ميتين وتمانية الضريبة الجمركات رفع 20% يدينا 291 ألف تخيل لو كنا اشتغلنا على الخمسين ألف هتلاقي مسأل بدل ما الدولة هتاخد 291 ألف هتاخد مثلا يعني 170 ألف يبقى راح على الدولة 120 ألف في عملية واحدة تمام مقابل الخدمات دي الخدمات اللي بتقديها مصلحة الجمارك زي رسوم خدمات النفذة الوحيدة مقابل خدمات استعلم المسبق بقول لك بقى الأعمال التي تكون بقى المصلحة بطلب أصحاب الشأ في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدار الجمركية يعني مثلا مصلحة الجمارك أجازة ومججمعة فهو أحد عايز يخلص في مضاع بتاعته الجمعة مستعجل لا يبقى هدفعه رسوم إضافية عن تجاب الموظفين في أجازتهم بما لا يجاوز 10.000 جنيه الخدمة في غير أوقات العمل لا تجاوز 10.000 جنيه مقابل خدمات ده بيقول لك بيودع في حساب البنك المركزي باسم المصلحة بحساب الخزانة الموحد ممكن نصرف من الحساب ده في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية والموارد البشرية للمصلحة ولو تبقى فائض رحله في نفس السندوق ده أو الحساب للعام القادم تمام طبعا اللايحة إن شاء الله لما تصدر رسميا هتحدد بقى مقابل الخدمات ده كلها قد إيه يعني كل خدمة رسومها قد إيه لم تصدر اللايحة التنفيذية بعد الإعفاءات الجمركية لازم تعرفها لازم تعرف الإعفاءات فيه ثلاث مواد تتكلموا على الإعفاءات أنا ده مكتوب مع بعض ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزاتها والشركات واللهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحرب والمخابرات ووزارة الداخلية ماشي من أسلحة وزخائر وتجهزات ووسائل نقل وسيارات ركوب خاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع مواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم تلك الجهات أو لحسابها وذلك كله كله لغرض التسليح أو الدفاع أو الأمن ودون شروط معينة لا أسلحة أو حاجات أتعين إيه ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضاع الاستعمال الرسمي من يحدد رئيس دوان رئيس الجمهورية ما تستورده وزارة الخارجية من بضاع الاستعمال الرسمي برضو ما يستورده مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي وهيئة ركابة الإدارية كله للاستعمال الرسمي نقطة سبعة بقى الهدايا والهبات والعينات والبضاع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء وحادات الإدارة المحلية والكلام ده وغيرها من الأشخاص التبارية والهيئات القضائية وماشي مجلس النواب اللازمة لمزولة أنشطتها يعني مجلس الوزراء جاء لهدية من الخارج دولة صديقة مثلا لا تغضع للجمال الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسايا الشخصية يعني المسافرين سواء مصرين أو سياح أو عابرين في الكدوم والمغادرة ملابس الشخصية أمتعة شخصية لا تغضع طبعا الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كأن ياشين والميداليات والجوائز الرادية والعلمية طبيعية دي حاجات أساسة يعني أنا مش أخد ميدالية بيعها يعني أو أتجر فيها الأساس والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصل مصر وشارط التحاكك من عينتها يعني أنا خرجت عربية بر مصر هدفع جمارك عربيتي طب رجعت مصر تاني ودخل عربية ما تفعش بقى تاني ما خلاص بقى ما ععد أدفع وكذلك الحاجات الشخصية البضاعة التي تارد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن البضاعة سبق توردها ورفض قبلها وحصلت الضريبة الجمهوريكية عليها على أن يكون العفاة في حلول الضريبة المسدد يعني إيه الكلمة دي؟ جاء البضاعة بر مصر من بر مصر دفعت عليها الجمارك بس البضاعة دي كان فيه منها حاجات تالفة أو معيبة أو غير مطابقة لمصفات اتفقنا عليها بخاطب المصدر أقول له أنت جايب لبضاعة تالفة هات لغيرها يروح جايب لغيرها بدون قيمة مش تخضع بعض الجمارك مع الكلمة الإجمالية خضعت قبل كده صح؟ البضاعة التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها يعني هي شبه النقطة رقم عشرة المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع غير لازم السفن أعلى البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحية في رحلات الخارجية يعني مثلا السفينة اللي نقلة البضاعة دي فيها وقود فيها مثلا أكل حاجات دي غير خضعة يعني ده حاجات مش للتجارة ده حاجات لتسيير السفينة نفسها الأمتعة والأدوات الشخصية والأساس المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية يعني هم سافر ببعثة دراسية واخد احتياجات الشخصية حتى لو اخد عربيتي بميزة كويسة معفية أقول لك حتى سواء كان إفادة العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراساته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته الأمتعة هو راجع هم هو راجع الأمتعة برضو والأدوات الشخصية الأساس المنزلة الخاصة بعضاء السلكين الدبلوماس والكنسولي السفارات بقى والكنسوليات وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية لذلك ما فيهش سيارات ركز وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الأمم المتحدة كذلك المصريين اللي عاملون بالخارج بجمعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي برضو معفيا ما هي حاجات شخصية ما تستوردها الكوات العربية والأجنبية والقوات متحددة الجنسيات اللي في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها يكون لازمة للاستعمال الشخصي أو لضرورة أداء مهمتها بشارة المعاملة بالمسل يعني الدول الأخرى اللي فيها نفس القصة تكون بتعامل مصرين بالمسل بقى إحنا هنعاملكو يا دولة أنتو كمان بالمسل بقى لك هنا ما حددش الما تستوردهم ويكون لازم للاستعمال الشخصي يعني حاجة شخصية لازمة للاستعمال الشخصي لابس معينة مش عارف إيه ماشي غير خضر حتى لحاجات جديدة ما مش محدد ما تستورده المستشفات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات مستلزمات طبية مشتقات دم أمصال وصية لتنظيم أسر ألبان أطفال بإسمها أول حسابها وفك ما يصدره الوزير المختص يعني الوزير المختص كمان ممكن يزود حاجات غير دي الأشياء والجهات التي يصدر بإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزرة بناء على اقتراح الوزير يعني انت بعد ذا كله بتقول لي كمان إن مجلس الوزرة ممكن يضيف حاجات تانية استثناء يعني وفي جميع الأحوال يجوز الإعفاء من شرط المعينة بناء على طلب الجهة ومفكت يعني أي حد من اللي فات دول ممكن كمان ما يطلبش المعينة بس لازم الوزير يوافق تعفى من ضريبة جمركية والمعينة وبشرط المعاملة بالمسك أفكا لبنات وزارة الخارجية لحالات التالية ما يرد الاستعمال الشخصي لعضاء السلكيين الدبلوماسي والكنسولي أجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول لا تصدرها وزارة الخارجية وأما يرد لأزواجهم للجديد وأولادهم الكسر ما تستوردها الصفارات والمفوضيات والكنسوليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي رسمي عدل مواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة لو يستوردوا أكل من بره يخطع قانون حدد عدد السيارات اللي بتناولها الإعفاء سيارة واحدة للاستعمال الشخصي خمس سيارات للصفارة استعمال رسمي وسيارتين للاستعمال رسمي كونسولية وتجوز زيادة العدد موافقت وزارة خارجية السيسناء برده هلما لك كسرت الاستثناءات في الكوانين دي بتفقد القانون معناه يعني مشكل مادة تقول لي ويجوز ويجوز تفاتح الدنيا بقى بقى القانون كده بقى فقد أهميته ومضمونه فنرجو تقليل استثناءات شوية حدد يعني ماشي بقى في استثناءات بس مش في كل مادة تحط استثناء برضو يعفى بشرط المعاملة بالمثل أمتاع الشخصية والأساس والأداة المنزلية وسيرى واحد الموظفين الأجانب اللي هما مستفدوش من بند ألف بند ألف اللي فات اللي هو قدامك ده مادة 22 هامة جدا 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 اتفقنا أن المشرع لووضع القانون عايز يعطي ميزة لاستيراد الآلات لأن الآلات تزود الكوة الانتاجية أو الاقتصاد القومي للدولة فقال لك الآلات أو الآت ده اللي أنا أقوله دلوقتي هيخضع خمسة في المية أو الفئة المكررة أيوم أقل يعني لو الفئة المكررة تلاتة مادوش خمسة بقى تلاتة أفضل على إيه بقى الآلات والمعدات والأجهزة واختصوص الإنتاج وأجهزائها التي يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروع وكذلك اللي بيلزم للمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة والاستصلاح والاستزراع في الصحة حلو ماشي الآلات والمعدات ووسائل النقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء عدى سيارات الركوب ملاك يعني اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها طبعا السيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء اللي هي بقى العربيات الكبيرة دي اللي مناشر الحاجات دي هل الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية برضو للتشجيع السياحة ماشي تحصل ضريبة جمهوركية خمسة في المائة بس من قيمة بشرط المعينة على ما يستورد من سيارات الركوب اللي لا تتجاوز كميتها ربعمائة ألف والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بفهم السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع على أن تؤدى الضريبة كاملة على ما زاد عن الكمال مشارئية عايزين نشجع السياحة الشركات السياحة فبنقول لهم العربيات اللي انتو بتستوردوها مشروط اللي مكتوبة دي بس تكون مش عربية خاصة تكون هتشتغل في النشاط نفسه هتغضع خمسة في المائة بس ميزة كويسة في شركات السياحة فكرة ممكن واحد يكون فاتح شركة سياحة ما عرفش معلمات اللي أنا بقولها دي عايز مثلا نشتري عربية وقول لك يا عم ده جمروك هربئين في المائة هو ما يعرفش ما يعرفش ان هو بتخفيض خمسة في المائة مشروط اللي قلناه تغضع الإعفاءات الجمروكية لأحكام التالية الحاجات الفاتت دي المادة اللي جادي مهمة بقى بقول لك يحظر التصرف في البضاعة المعفاء سواء كان الإعفاء كامل أو جزئي أو بتخفضات بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بزيزة الإعفاء في غير الأغراض التي تتكرر الإعفاء والتخفيض من أجلها إلا بعد مقافكة المصلحة وصدر ضريبة الجمروكية يعني انت جبت بعض المنقلات من برة فانا اعتبرتها حاجات شخصية ما تجيش بقى حضرتك تروح بيعها وتتجر فيها لا اقف هنا هنا ممنوع في الحالة دي تغضع للمسائلة وتدفع كامل ضريبة الجمروكية اللي انت تعافيت منها ده معنى المادة دي يسر الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج خمس سنين ما تتصرفش في الحاجات دي في غير أغراضها في غير أغراضها يعني انت تجيبها غرض شخصي ما تتصرفش فيها غرض تجاري تمام بولك إلا إذا حالة مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيه مععفية من أجله بسبب كوة كاهرة يعني فيها حاجة انت تجيبها عشان تستخدمها فانت فيها حاجة حصلت ما قدرتش تستخدم الحاجة دي لمدة سنة مثلا فممكن في الحالة دي نزود لك سنة كمان او يتضاقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوالها زي السنة يعني بدل مهمة خمسة يبقى ستة ده معناه السجار والسجار والدخان والمشربات الروحية المعفاة ده حاجة ندر على فكرة ان يبقى حاجات انت أصلا معفاة يعني ما عليهم لو اتعافت لازم يبقى فيه ملصق عليها على ما مويزة تدل على إعفاءها من الجمالك ملحوظة الرابعة دي بنأكد ان وسائل النقل العبارة اللي هي وردت عبارة وسائل النقل اللي وردت في هذا القانون لا تشمل سيارات الركوب ولا تعفى إلا بنص صريح يبقى السيارات الملكة دي يعني فيش حاجة يسمعها عفاء ليها تلتزم الجهات المعفاة بامساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة أمينة يعني مصطلح غريب شوي تخضع للركابة المصلحة للتأكد من استعمال أصناف المعفاة في الغرض اللي عفات من أجله يعني بقولك لازم تبقى ماسك دفاتر دفاتر أنا عفيتك امسك بقى دفاتر عشان ممكن اراجع اروح اراجع على شركتك واشوف انت العفاء سليم ولا لا يستسنى أغراض التسليح والدفاع أو الأمن وكمان لا تسر هذه المادة على البنود من سبعة إلى ستاشر لان انا شروح توقف قبل كده شمانة من سبعة إلى ستاشر لان دي تنطبق غالبا على الأشخاص فالشخص مش هقول له امسك بقى دفاتر لا بقى شخص يعني لما اللي بيمسك دفاتر الشركات والحاجات دي يا دول مستسنين من امسك الدفاتر الممتزمة ندخل على موضوع اخر النظم الجمركية الخاصة ودي متقسم لكزا حاجة اولا البضاعة العابرة الترانزيت يعني الترانزيت يا جماعة يعني البضاعة عدت على ميناء او جمرك مصري مش عشانها تدخل مصر لا هي رايحة دولة تانية هو ده معنى البضاعة الترانزيت يجوز نقل البضاعة الاجنبية المنشأ وفك نظام الترانزيت دون ان تأخذ طريق البحر سواء ادخلت هذه الحدود تخرج مباشرة من حدود غيرها يعني حتى لو مش تاخد طريق البحر بعد كده ام كانت مرسلة من احد فراع الجمارك الى فراع اخر بعد تقديم احدى الضمانات اللي هيعمل الترانزيت ده يقدم ضمان يقدم ضمان لما الرحلة بتاعته توصل لمصارها السليم هتسترد بقى الضمان بتاعك ده لا تخضع البضاعة العابرة للتقييد او الحظر الا اذا نص على خلاف ذلك في الكوانين في هذا الشأن ويكون الناقل مسؤولا عن كل فقدة او نقص او تبدل في البضاعة او تلف الاختام او العبس بها اذا في بضاعة اقلت الجمالك مش مسؤولة الناقل اللي هو ملك السفينة مثلا او وسيلة النقل هو المسؤول تقدر الضريبة الجمهوركية وغيرها من الضرائب في تاريخ تقديم الضمان بها على ان يغطي الضمان الضرائب الجمهوركي يبقى الضمان اللي هيدفعه اللي بيعبر ترانزيت ده لازم يكون بيغطي الضريبة الجمهوركية عشان هو لو ملتزمش هيدفع الضريبة الجمهوركية خلي بالك المستودعات الجمهوركية المخازن بقى يرخص بانشياء المستودعات بكرام الوزير او من وفاوض يبقى مين اللي يقول هننشئ المستودع هنا الوزير للمصلحة ان ترخص باجراء بعض العمليات على البضاعة في المستودع ممكن نسمح لك تعمل عدد من العمليات على المستودع بما فيها السماح بنقل ملكية البضاعة ممكن انت تنقل ملكية لحد تاني تؤدى الضريبة الجمهوركية وجميع الضريبة ورسوم اخر مستحق على البضاعة المدعبة بالمستودعات عند الاكرار النهائي عنها على اساس اوزانها او اعدادها او مقادرها او احجامها امتى ها وقت الادعية يعني ايه الكلمة دي تدخلت المين اهو هتدخل المستودع احنا بنشوف البضاعة برا عن ايه فلقينا الوزن مثلا الف طن انت بقى بتخرج بالمستودع لقيت في كمية نقصة محناش مسئولين محناش مسئولين رغم ان دي مادة جدلية شوية ان المستودع مش ملك المستورد محناش مسئولين ده معنى المادة دي هو ممكن نكون هداف اقولك ان احنا مش كل شوية بقى نفضل نوزن ونحسب احنا حسبنا قبل كده وقت الادعب مش هنقعد نحسب تاني قد يكون هذا هو الهدف يلتزم المرخص له باستغلال المستودع باداء الضريبة الجمركية ماشي عن كل نقص او ضياع او تغيير بيأكد المعلومة اللي فاتت يعني انت المسئول عن اي نقص او ضياع او 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 فضلا عن غرامات والتعوضات او انت اتأخرت فسادات ضريبة في غرامات بس في استثناء للحتة اللي فاتت دي قالك لو النقص او الضياع او التغيير نتيجة اسباب طبيعية المستورد مالوش يد فيها التبخر والجفاف او كوة قاهرة السرقة مثلا في الحالة دي هنقص لك الضريبة الجمركية بالمقدار اللي تم تخزين المؤقت يجوز تخزين البضائع الواردة او الصادرة قلنا قبل كده المخازن المؤقتة دي اللي هو لسه المستورد مقدمشي الاقرار الجمهوريكي عنها قلنا في تعرفات فيديو السابق المناطق الحرة يعني مناطق حرة يا جماعة وهنقول كمان شوية الفارق بين المناطق والاسواق الحرة تم نقول من دلوقت ماشي منطقة الحرة دي بتبقى منطقة كبيرة فيها ميت مصنع مثلا او ميت شرك زي مثلا الناس اللي تسمع على المنطقة الحرة اللي في مدينة نصر في الحياة السابعة وفي منطقة في المدينة الاعلامية ستة اكتوبر كيفش يبيني تقوم على فكرة في في ضمياط في في السويس طبعا يبقى في مناطق حرة اللي هي مكان في مشروعات كتيرة منطقة الحرة فكرتها يبقى لها معاملة ضربية خاصة والجمركية خاصة بتبقى غالبا معافية من الضرائب والجمارك بتدفع رسم كده بيبقى النسبة معينة مثلا ما بتدفعش ضرائب غالبا يعني ما لقى السوق الحر السوق الحر ده مكان واحد مش منطقة بقى السوق الحر ده زي اللي في المطار سوق حرة يعني زي نقول ايه مثلا محل واحد يعني وعلى فكرة الاسواق الحرة مش في المطارات بس لا في اسواق حرة في مناطق عادية يعني فيه في مصر الجده سوق حرة فيه في المهندسين شوفت انا الحاجات دي فيه في اسكندرية مكان كده سوق حرة مين اللي بيشتري من الحاجات دي؟ اه طبعا الناس اللي هم المسافرين خلال مدة معينة بيقدروا اشتروا بدون رسوم جمهوركية ماشي نوع ربقاء يتعين على الهيئة العامة للصمار والمناطق الحرة الفكر ده اسم حاجة واحد هي اسمها الهيئة العامة للصمار والمناطق الحرة مش مش حاجتين يعني قبل الترخيص بانشاء المناطق الحرة ستطلعه رأي المصلحة يبقى لازم اللي بينشئ الهيئة اللي بتنشئ المناطق الحرة دي لتشجيل الصمار المفروض يعاني لازم تستصلع رأي مصلحة الجمارك في الشروط والمواصفات ولو مصلحة الجمارك ما ردتش الهيئة بتكمل في الإجراءات وفي جميع الأحوال عند صدور قرار مزاولة المشاط او تعديل او الغاء لازم اختر الجمارك لأن الجمارك يبقى لا ممثل في المناطق الحرة دي وكمان الأسوق الحرة على فكرة ده فيه ممثل مندوب من الجمارك في الأماكن دي عشان يتأكد من الإجراءات تمامة من اللي بيشتري السلع بدون جمارك ده فعلا حد من اللي لسه واصل مصر سواء زي ما قلنا سائح أو مصر يعني أجناب يعني أو مصر من المصلحة بالتنصيق مع الهائة العامة للإستثمار دخول المناطق الحرة طبعا وللطلع على الأوراق والسجلات والوسائق أنا قلت لك بيبقى فيه ممثل هناك أنا فضلت السنتين أرائب على هيئة أمام الانستثمار ومناطق الحرة فعارف بيبقى فيه ممثل للجمارك في الأماكن دي دائم يعني شغله دائما بيبقى في المنطقة مش مجرد بيروح كل شهر يراجع لا بيقى في حد موجود على طول ويعمل متابقات وممكن يعمل جرد ماشي المناطق الاقتصادية جادة الطبعة الخاصة برضو دي شبه المناطق الحرة شوية بس مش شرط يبقى فيه إعفاء ضريبي كامل يعني أو إعفاء جمهوركي إبقى هي برضو شبه المناطق الحرة إنشأت برضو يعني أنا مثلا عايز أحط مشروعات معينة في مكان واحد المشروعات المعينة دي عايز أعملها معاملة ضربية واحدا أو معاملة جمهوركية واحدا أو أخفض الجمارك شوية أو الضرب شوية هي دي المناطق الاقتصادية زيادة الطبعة الخاصة برضو الهيئة اللي بتنشيئها يعني لا يجوز البدء في مزاولة النشاط إلا بعد صدور قرارة الوزير أمن يفوضه باعتبار المساحة المرخص بعد دائرة جمهوركية برضو المصلحة من حقات التطلع على الأوراق والسجلات وتجري الجارد والمطابقات نفس الكلام زي ما قلت لك الأسواق الحرة تلك يعني أسواق حرة يرخص بإنشاءها من الوزير لا يجوز إصدار ترخيص جديدة في غير صالات الركاب بالموانئ زي ما قلت لك في أسواق حرة في غير المطارات والموانئ فهنا القانون قال لك ما ينفعش نصدر ترخيص جديدة في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد ترخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة يبقى المكان اللي هتامل في سوق حرة لازم وزارة التجارة والصناعة والسياحة يوافق تحدد اللايحة التنفيذية لهذا القانون كواعد العمل بها والبضائع التي تعرض ومدة بقاءها والضمانات ماشية اللايحة هتقول الكواعد لعمل الأسواق الحرة اللي اللايحة لسه ما صدرتش زي ما اتفقنا تؤدى الضربة الجمركية وجميع الضربة ورسومة أخرى مستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد في تاريخ البيع في تاريخ البيع الضربة الجمركية بتتحسب على الأسواق الحرة دي لما جا بيع يعني المستهلك يعني تلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضربة الجمركية عن كل نقص ده معلومة مهمة بقى وهو انت السلعة دي جامعة فيها من الضربة والجمارك فانت ننفعش يتباع قلت لها غير للناس اللي هم القادمين لمصر يعني خلال مدة معينة فلو حاجة ضعت ممكن تكون انت بعتبق سوق محلي يعني فيه سلعة على الفكرة بيبقى عليها جامارك رهيبة فلما تتباع سوق محلي المكسب كبير فأي ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير الحاجات دي هتدفع الغرامات وكمان الضربة الجمركية كاملة يعني ننفعش حاجة من دي الضيعة يعني بتباع سعرها مخفض جدا بتتباع للمسافرين دول بسعر مخفض جدا لغير جامارك ولا ضرائق لا تستحق الضربة بس استثناء ايه بقى قالك لو فيه اسباب طبيعية للضياع زي ما تكلمنا قبل كده تبخر الجفاف أو كوة كاهرة في الحالة دي خلاص بقى مش الموظفين اللي في السوق الحر هم المسئولين ده فيه كوة كاهرة حصلت أو فيه كوة طبيعية مثلا حصلت أو ظاهرة طبيعية حصلت هي اللي قدت لكده نيجي بقى أنا كده انهيت طبعا لسه في فيديوهات تانية في اكمال القانون اجاوب بقى على بعض الاسئلة للناس المتقدمين لمسابقة الجمارك سريعا كده الامتحان امتى؟ لسه بعد ما التقديم يخلص هيراجعوا بياناتك اللي انت قدمتها على الموقع وبعدين بينزل على الموقع لما يرجعوا امتى بقى يرجعوا ده محدش يعرف يا جماعة يعني ما تسألنيش امتى انا ما عرفش اللي بيراجع ده مش أنا اللي بيراجعوا ده نفسهم ما يعرفوش هيخلصوا امتى هم وقت ما يخلصوا مراجعة بياناتك او بيانات المتقدمين بينزلوا اسماء المقبولين على الموقع مش هيكلموك ولا هيبعطولك رسالة انت بتدخل تستعلم على الموقع بالرقم القومي مقبول ورقك تمام يبقى انت من المقبولين ورقك مش تمام يبقى انت مش مقبول زي الناس مثلا اللي مقدموا تقديرها جيد مش هتتقبل انا ما اقول لك يعنيهم تمام؟ طيب انت تقبلت يبقى اعرف ان خلال ايام او عشرة ايام مثلا معادك امتحانة يتحدد برضو على الموقع ما لاحدش هتتصب بك ولا يبعط لك رسالة عشان مساوة الضرابة اللي فاتت ناس كتيرة راح عليها معاد الامتحان والمقابلات كمان يعنيهم كانوا متخيلين ان هم هتصلوا بيهم او هيبعطولهم لا لا اتصال ولا رسالة انت بتدخل على الموقع تستعلم تمتحم بقى خلاص عدت 75% من الاسئلة بيتحدد لك لاحقا معاد انترفيو انترفيو برضو مش في نفس اليوم بتاع الامتحان لا بعديها ممكن بعدها بشهر شهرين على حسب بقى السبب يطولش او يعني بس كده نتيجتك في الامتحان وانترفيوها اللي بيتحدد كبولك من عدمه يعني اعلى ناس في الامتحان وانترفيوهم اللي ايه بيتقبلوا ان شاء الله الامتحان درجاته تمانين هو من تمانين يعني والانترفيو من عشرية الامتحان هو الاهم يعني تمام والاعلى هو اللي بيتقبل انت عمل اللي عليك حتى لو ما تقبلتش يبقى ربنا يبقى انت تعبت وربنا شايللك حاجة افضل يعني ان شاء الله نبدأ نذاكر من امتى؟ ذاكر من دلوقتي طالما عندك وقت ذاكر انت وعدادكم كبير فاللي هيذاكر اكتر او هيطعب اكتر ان شاء الله ربنا وفقه حتى لو موفقوش في المسابقة دي هتتوفق في حاجة تانية بازن الله يبقى ان ذاكر من امتى؟ ذاكر من دلوقتي وانت خسرين حاجة؟ نعم ممكن مثلا خلال المدة دي حد يطلوك في انترفيوه بقى المذاكرة دي نافعتك مش هتضرك يعني بالنسبة الماتيريا طبعا قلتلك بالنسبة المحاسبة المالية فيديوهات الاساسيات ان انا محدد اول خمس فيديوهات هتلاقي تحت في التعليقات بدي اف شامل بكل اللي انا شرحت في المحاسبة المالية اخد منه ان انا بقولك عليه مهم يعني لان ده بدي اف شامل اشوف الخمس فيديوهات دول اللي بيخصون في البد اف ده ايه بالنسبة للضرائب والجمارك واسئلة الانتحانات وصف الفيديو هتلاقي في الملف تحمل يعني تحت الفيديو اللي انا اكلمك على دلوقتي فيه سهم كده على الشمال لو انت عربي على اليمين لو انت يوتيوب انجليزي دوس على كده اتلاقي حاجة اسمه وصف الفيديو اتلاقي فيه ملف ننزله طب انا اكتفي بالبيدي اف ولا ممكن ولا الفيديو براحتك فيه ناس بتذكر من البيدي اف بس انا نصيحتي لازم الفيديو الاول نصيحتي اتخد بها وما تخدش براحتك الفيديو اولا هيفاهمك فهيقل الوقت المذاكرة بتاع يعني ما تذكر حاجة انت فاهمها غير لما تذكر حاجة عمال تحفظ بس بقاها تنسى تمام يبقى انا نصيحتي لك اسمع الفيديو الاول وكمان الفيديو ساعات بقول حاجات مش في ملف البيدي اف فاسئلة الانتحانات كمان باعمل كده يعني انا باعمل فيديو كده بيجعل بلا حاجة ممكن اقولها مش في الملف بالنسبة فيها الف بقى السؤال بيجيلي كتير فيديوهات الضراب انا اعمل حوالي 22 فيديو مثلا في ال بلاي لست الخاصة بالضراب هل هنذاكرة كلها كمسابقة الجامارك لا مش كلها انت هنذاكرة كلها في معادة اللي هقوله دلوقتي ركز معي في فيديو هنا انا اعملهم في قانون الاجراءات الموحدة ده مش عليه لانه ما حددش في الكونين قانون الاجراءات الموحدة يبقى الفيديوهين دون ما تسمعهم مش هسمعهم ليه كمعلومات لكن كمسابقة لا وفيديو عن الضريبة المؤجلة الضرابة المؤجلة ده اصلا معايير يعني ان لا هسمع فيديو ده اصلا محظياني بشرح معيار اسم الضرابة المؤجلة مش بشرح ضرائب بالمعنى الادق برضو هذا الفيديو عشان المثابقة لم تسمعوه فيديو عن المقاولات الفيديو هذا من اول المثل 16 او 17 بشرح المعالجة الضربية للمقاولات ده عليك 이거 ليدهم فيديو المقاولات الموجود في اسمله المعالجة الضربية للمنقاولات عليك عليك دستني Twink ببكت من الاول المعالجة الضربية Battструкية بدأ من اول فعلي ما تأتي النقطة بتاع المعالجة الضربية في شركات المؤولاد تفهم في الفيديو اي انا عاملو عن ضاربة العقارية مفروض ان قلت تلات عنوان وانا اشترح فيديو ده ضاربة الصاروة العقارية عليك ضاربة التصرفات العقارية عليك فيه بقى النوع الثالث الضاربة عِلعَ الْعَقَرَاتِ الْمَبْنِيَةَ مِش عَلِيك مش عَلَيك بس لكن بقيت البليلست عليك لأن بقية البيلي list تتكلم عن الأشخاص الطبيعية والأعتبرية والحاجات دو كلها على فكرة المهنة الحرة شخص طبيعي ضربة المرتبات أشخاص طبيعية عشان في ناس فكرة أن هي بتبص في العناوين على كلمة أشخاص طبيعية لا ضربة المرتبات ده اللي بيدفاعة الشخص الطبيعي صح ولا إيه المهنة الحرة برضو شخص طبيعي كل ده عليك يبقى اللي مش عليك قلته لك ها أخر حاجة بقى لها الفيديو بعدbloض الطريبة والح starting الضربة المؤجلة والضربة على العقارات المبنية ممكن برضو ايه ما تعرفهاش والمقاولات تركز على الجزء الضريبي في فيديو نسيته الواء الفاتورة الالكترونية لا مطلوب منك تفهم يعني الفاتورة الالكترونية بس الفكرة لكن ازاي اشترك في منظومة الفاتورة الالكترونية طبعا مش عليك يعني هو الفيديو بتاع الفاتورة الالكترونية بشرح اقول يعني الفاتورة الالكترونية بعدين بتكلم على ازاي اشارك او انضم كشركة يعني لمنظومة الفواترية الإلكترونية ده مش عليك يبقى الفيديو الفواترية الإلكترونية تفهم معناها بس وزي ما قلنا الماتيريا الموجودة فين فأعتقد كده جوبت على الأسئلة المكررة لكم أشوفكم في فيديو جاي سلام عليكم